موسيقى 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 والصديق والعزيز المخرج والمنتج التونسي أنيس لسود فبالتالي ما تتأخروش يجيوا وتفرجوا على الأفلام هذه بشيكون هناك تتويج طبعا في اليوم الختامي للمهرجان لثلاث أعمال من هذه الأعمال ولكن المهم مش التتويج المهم أنه اليوم احنا على موعد مع أفلام أحلوة برشا تتناول العديد من القضايا فيها أفلام فيها رسائل فيها أفلام كذلك تحسيسية يمكن أنها هي تكون فرصة أنه نوصل أصواتنا عبر السينما حول القضايا اللي نعيشوها الكل في بلداننا في العالم العربي أو كذلك في يعني العالم ككلي أنه هو بانوراما الفيلم القصير مهرجان دولي وإن شاء الله يطمح هذا المهرجان أنه يطور هذه الدورة الخامس ولكن إن شاء الله في الدورات اللاحقة يكونوا فما مشاركات من بلدان أخرى والمهرجان هذا يكبروا وليه فرصة أنه يكون فما مهرجان للفيلم القصير في تونس ينفتحها على داخل مناطق الجمهورية ويولي فما عروض حتى في مناطق الجمهورية الأخرى ما تتأخروش يجيوا تفرجوا على السينما عيشوا السينما ونعيشوا مع بعضنا تجارب سينمائية حلوة ترجمة نانسي قنقر